السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وحالة جديدة من خبرات قولين. على مدار الحلقات اللي فاتت تكلمنا مع بعض ازاي نقدر نحافظ على ملفاتنا الشخصية ونفعل كل الاجراءات الوقائية اللي من خلال هنقدر نحمل ملفاتنا الشخصية علشان متعرضش مسلا الاختراك او فيروسات او حاجة مسلا كده زي فيروس الفيديا اللي بيشفر ملفاتنا تماما. فالنهاردة كمان معانا طريقة ممتازة جدا جدا من خلال نحافظ على ملفاتنا الشخصية وده من خلال ان احنا نشفر الملفات دي ونقفل اللي بيحتوي على ملفاتنا الشخصية بكلمة مرور يعني حتى كمان لو في اي حد بيقعد على الجهاز بتاعك فمش يقدر يوصل لي ملفاتك الشخصية علشان انت هتبقى قافلها بكلمة مرور يعني كمان يعني بتحفظ عليها من ناحية من الفيروسات والمخترقين وكمان لو في حد تاني بيستخدم الجهاز بتاعك فيعني بنغير كلام كتير كده خلينا نخش على طول ونشوف طريقتنا النهاردة اتمنى بس انا نبتدي لو سفاتنا موضوع حالتنا النهاردة فما تنخلش هنا بقى بدعمك الجميل لايك للفيديو وطبعا اتمنى بس نتشاهد معنا اشتراك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصل على كل جديد ان شاء الله وكمان الحلقتين اللي فاتوا اللي احنا تكلمنا فيهم عن اجراءات الحماية ان شاء الله سيبلكم الرابط بتاعي موجود اسفل الفيديو ممكن كمان تراجعوها لمزيد من الحماية فخلينا نبتدي فيه طريقتنا النهاردة على طول كده عشان ما تقولش عليكم وانحنا مش نستخدم اي حاجة خارجية نهاردة ولا برامج خارجية احنا هنستخدم اداة موجودة داخل الوندوز وموجودة في كل اصدارات او اي اصدار اصدار من اصدارات الوندوز من اول ويندوز فيستا يعني هي طم اضفتها في الوندوز من اول ويندوز فيستا وهي اسمهاavais موجودة في كل طبعا زي ما قولنا موجودة في كل الاصدارات فهنروح على احنا اختلا بالتalıفد نستخدم الva س AT11 هنروح على ده مسلا من البرتشنات اللي عندي موجود فيه ملفات الشخصية او بحتفز بها في 풀ربتشان ده بملفات الشخصية وزي ما قولنا في الحلقة الفاتة النصيحة اللي انا بقولها دايما انه خلي ملفاتك الشخصية والفيديوهات الملفات الشخصية الصور والفيديو ولو حاجة خاصة بالشغل بتاعك خليه دايما اه في برطشن يعني لوحديها بعيدا عن الحاجات اللي ممكن نعوضها من الانترنت. اي حاجة ممكن نعوضها من انترنت زي الافلام اه مسلسلات اه اه اغاني اي حاجة بنجيبها من الانترنت فخليها لوحديها وخلي ملفاتنا الشخصية لوحديها. طيب خلينا نرجع لحلقتنا تاني وبنقول مسلا ده البرطشن ده اللي فيه ملفات الشخصية فانا عايز اقفل البرطشن ده بكلمة مرور وشفر البيانات بتاعته كلها علشان ما حدش يقدر يوصلها فكليك كي مين كده عليه. طبعا اقول له هنا شيمور اوبشن لو بستغلين ويندوز اليفن. وارح اقول له هنا اه بتاعتنا النهاردة هي الاداية اللي هنشفر من خلالها محتويات البرطشن ده. طبعا انا ممكن اشغالها من هنا. وممكن لو مش ظهر عندك هنا او فيها اي مشكلة هنا او مش ظهرة في الاختصارات. بسطة جدا ما تروح على البحث تبحث عن كنترول او ممكن تبحث عن ع طول كده. وقول له هنا كده اوبن. هيفتح معي في الكنترول او في لوحة التحكم. ومن خلالها بعد الوقتي هلاقي كل البرطشنات اللي موجودة عندي. يعني عندي اكتر من طبعا دي نوسها الفارش وال. وعليها برطشن واحد فقط. ممكن تلاقي عندك انت اكتر من برطشن. وبالمناسبة انت ممكن كمان تشفر اه مسلا اي حاجة مسلا خارجية مسلا زي فلاش مسلا. او او مسلا هارد خارجي. طبعا طالما ما متصل عندك هيبقى ظاهر عندك هنا. طب خلينا ناخد المسال بتاعنا النهاردة وهو البرطشن ده الوحيد اللي موجود عندي. فبروح اقف عليه. طبعا انا شايف ان انت من هنا تبقى ايه الموضوع اسهل شوية عشان تبقى محدد البرطشن بتاعك. لك اي من عليه? وتقول له هنا كده باز ما قلنا اشياره اوبشن. وقول له هنا كده تورن اون بيت لوكر. يفتح معايا. دلوقتي بكتب له هنا الباسورد اللي انا هستخدمه عشان اقدر اخش على الباسورد ده مهم جدا جدا ولازم تحفظه. برطشن ده لازم يكون متكون من تمان خانات. طبعا اه انا اختار اي حاجة الوقتي. تمان خانات كده. طبعا في اختيار هنا تاني بيقول لك لو انت عندك ده بيعباره عن اه حاجة زي الفلاشة كده. بتقدر توصلها في جهاز الكمبيوتر او مفتاح اللي هو يعني بيبقى فيه برضو حاجة كده او مصدقس هنا ايه. طب خلينا فيه المتاح عندي دلوقتي وهو الباسورد. ولو هنا كده نكست. نيجي بقى خطوة من الخطوات المهمة جدا جدا وهي وتابعهم ده في حالة لو انا نسيت الباسورد بتاعي مسلا انا ما باستخدمش البرتشن ده بقى لي فترة ونسيت الباسورد بتاعي. فبقى عندي خطوة احتياطية او آآ يعني بخطة بديلة علشان اقدر اخش على البرتشن ده. لان طبعا لو ما عنديش ده وما عنديش الباسورد مش اقدر اخش على البرتشن بتاعي وافقد محتوياته للابد مش اقدر ان انا استخدمه مرة تانية. فدائما بيقى فيه عندنا الباسورد وعندنا اللي هو طبعا ده مش موجود لو موجود عندك بقى حاجة كويسة لو مش موجود بقى بيقى عندنا وده بقدر اخش به على البرتشن بتاعي وقدر افك التشفير بتاعي. طب انا عندنا اختيارات ان انا اقدر احفظ ده لان رقم كبير جدا. وطبعا اه صعب ان انا احفظ محتوياته. فعندنا اختيارين. الاختيار الاولاني ان انا احفظ ده على حسابي في مايكروسوفت وطبعا دي يعني خطوة مهمة جدا جدا. وانا انصحك دايما تحفظه على حسابك في مايكروسوفت. طبعا لازم تكون في البداية مسجل على الويندوز بحسابك في بسطة جدا لو رحت على وروحت على او ممكن تلاقي الحساب بتاعك متسجل هنا او في هنا هو تلاقي ان الحساب بتاع ميكروسوفت مثلا اللي انت مسجل به على الويندوز او هو تلاقي ان انت مسجل هنا مثلا بحسابك في طبعا دي لازم عندك حساب في الاول عشان تحفظ الملف المفتاح ده طبعا انا احفظه في مايكروسوفت وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نقدر نجيبه من مايكروسوفت وممكن عندي الاختيار التاني ان انا احفظه في طبعا دي برضو خطوة مهمة ولكن ما نصحقش دايما ان انت تخلي مفتاح التشفير ده على جهاز الكمبيوتر لانه طبعا احنا بنحاول ان احنا آآ نحافظ على آآ بياناتنا فطبعا ما نفعش ان انا خليه على آآ جهاز الكمبيوتر فاقول له نكراسيف برضو دي برضو خطوة تانية ممكن تشير وتحطه على او على عرض خارجي او اي حاجة بعيدا عن جهاز الكمبيوتر طيب خلاص انا كده خلصت بفهم عندي خطوة اخيرة هنا ان انا ممكن اطبعه ولكن طبعا ده مش يعني اختيار كويس فخلينا في الاختيارين دولة اللي هو احفظه على مايكروسوفت واحفظه على جهاز الكمبيوتر كتكس دو كوميوتر زي ما شفنا عن بعض اقول له كده هنا نكست احنا حفظناه دلوقتي بنيجي لخطوات التشفير بيقول لك هنا انت ممكن تعمل للملف بتاعك ده او بيعمل لك الحاجات اللي هي آآ او بيشفر لك بس الحاجات اللي هي المساحة المستخدمة فقط اللي هي طبعا دي لو في برطشن مسلا عندك مية جيجا وانت مستخدم منهم خمسين جيجا فقط فهو بيشفر لك الخمسين جيجا فقط وما بيشفرش يعني او بيقفرش المية جيجا التانية طبعا ده بيقول لك ده افضل واسرع في الاختيارات ولكن خلينا في ده ده هو اللي هو ده افضل او في الاسرع عندنا الاختيار التاني لها تبي يقول لك ان انت هنا ممكن تعمل تشفير للمسلا للدرايف بتاعك والحاجات اللي ممكن تتشال حاجة زي هارد خارجي او آآ فلاشة يعني انت لو عندك فلاشة اختار الاختيار ده افضل هو الهارد ديسك الخارجي والفلاشة او ممكن نختار الاختيار اللي فوق ده بيبعننا بنشفر يعني برطشن داخل آآ الجهاز عادي مش بنفشيره فقوله هنا كده وقوله هنا ستارت آآ انكريبشن عشان يبتلي يشفر للموضوع طبعا هنا شفر الجهاز بتاعي وشفر البرطشن ده ولكن الخطوة دي بتاخد وقت على حسب المحتويات البرطشن طبعا البرطشن عندي هنا فاضي يعني آآ زي ما قلنا ده عبارة عن كده على او على الجهاز الوهمي فطبعا فاضي ما فوش اي حاجة آآ لو عندك البرطشن بتاعك آآ يعني مليان فطبعا هياخد وقت الحد ما بيخلص بيجي رازالك الشريط وطبعا آآ بياخد وقت طبعا ات زي ما شايفين كده معايا الافل هنا مفتوح يعني انا بخش كده عادي لا بيطلب باسورد وبيطلب اي حاجة ولكن لو بسطة جدا اتوقتي روحت عملت رستارت ليه الجهاز بتاعي يعني انا هيتغير الوضع ده من الافل المفتوح ده الى افل اصفر مقفول مش هادر يخش على البرطشن بتاعي غير لمكتب الباسورد بعد ما عمنا عادة تشغيل الجهاز بتاعنا تعالوا بقى مبصة على البرطشن بتاعنا بعد عادة تجريل وروح على زي ما شايفين معايا كده البرطشن اتقفل تماما حتى آآ المساحة الخاصة بالبرطشن اختفت وما حدش هيقدر يعرف محتوى البرطشن ده ايه ولا المساحة بتاعته كمان فانا بدلوقتي عايز افتح البرطشن ده فكليكتين عليه عشان يفتح معايا بالشكل ده فبكتب هنا دوقتي الباسورد لازم يبقى عندي دلوقتي الباسورد بتاعي اللي انا آآ اضافته من البداية عشان اقدر افتح آآ البرطشن مرة تانية ولكن في حالة بقى لو نسيت فبنروح بقى على الخطة البديلة او الخطوة الاحتياطية وروح اضغطه هنا على مور اوبشن ودخل هنا دوقتي اقول له اختار اخش كده واكتب بقى بتاعي هنا ولكن طبعا احنا قلنا كده بنحفظه بطريقتين الطريقة الاولينية اللي هي والطريقة التانية على حسابي في مايكروسوفت في خلينا في الطريقة الاولينية واللي هي فانا آآ فحافظته هنا مسلا في فوروح افتح ده وزي ما قلنا دايما او زي ما قلت لكم يعني الافضل تخليه بعيدا عن جهاز الكمبيوتر فهدلوقتي الفوق ده او المعرف بتاعي او معرف الهارد طبعا لو رحنا مرة تانية كده معلش كده سريعا ورحنا على بتاع هتلاقي عندك هنا في حاجة اسمها طبعا ده زي ما شايفين كده ده الرقم اهو لو بصينا هنا مع بعض هتلاقي الرقم ده اهو ده اللي هو ده ده المعرف بتاع البرتشن طبعا ولكن هو اللي تحت فباخده كده كده كل الموضوع كده كابي كليك كايمين كابي واروح على البرتشن مرة تانية واروح هنا دلوقتي مور اوبشن انتر واروح هنا اقول له كنترول في مع بعض اشان ينسخ لي او يعمل لي بيست لي آآ المفتاح بتاعي واروح هنا دلوقتي فانا شايفين فتح معايا البرتشن زي ما شايفين كده تفتح على طول بدون اي مشاكل الخطوة التانية بقى او في حالة لو انا حافظته على حسابي في واروح على بمتصفح طبعا في البحس هنا اكتب مسلا اهنا كنت اكتبها او ان شاالله اصحب لكم اسفل الفيديو الرابط يدخانه على طول على الصفحة دي فاقول له انا اخش على الصفحة دي كده عطول وان شاالله زي ما قلنا سنقل لكم الرابط بتاعها موجود اسفل الفيديو على طول بعد ما خش على الصفحة دي لو نزلت تحت كده شوية هلاقي الرابط اللي يدخلني على اه صفحة سرداد المفتاح بتاعي. اضغط عليها. هنا هيطلب مني كتابة الباسورد بتاعي اللي اقدر اخش بيه على حسابي في ماكروسوفت. زي ما شاهد فين كده دخلت على الصفحة. ودوقتي بيقول لي المعرف بتاعك اللي احنا قلنا عليه ده معرف الغرض. آآ وده باخد كده كله كله. كليك كايمين عليه. واروح على بتاعي. وابتدي افتح طب احنا كده عرفنا الطريقتين اللي احنا ممكن نفتح بهم. الطريقة والنية من خلال كتابة الباسورد. اما الطريقة التانية من خلال اللي احنا حفظناه على جهاز الكمبيوتر بتاعنا. او في حسابنا في ماكروسوفت وانصحك دايما ان انت يعني تحفظه في حسابك في ماكروسوفت. خلينا بقى نروح على اخر خطو معنا في الفيديو. ولا انا مسلا لو عايز الغي الكلام ده كله. يعني دوقتي احنا فتحنا الباسورد. وفتحنا البرتشن. وشفنا محتوياته. ولكن لو رحت عملت عادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعي. البرتشن ده هيتقفل مرة تانية. يعني هو اتفتح المرة دي بس عشان انا اطلع على محتوياته. ولكن لو عايز بقى الغي بقى الكلام ده كله. يعني اه مش كل مرة اخش على جهاز الكمبيوتر الاقيه اه مقفول كده. فشمور اوبشن واروح على اه ومن خلال هنا دلوقتي انا ممكن اقول له اه ترن اوف بيت لوكر. هلغي تماما موضوع البيت لوكر وارجع البرتشن تاني زي ما كان. في خطوة كمان مهمة هنا وانا انا ومنكن اقول له هنا اه ترن اون اوت يعني دلوقتي انا قفلت اه حاجة مش خلي البرتشن يتقفل يعني خلاص هو انا قفلته مرة ولكن دلوقتي لو عملت عادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر مرة تانية هلاقي ان هو ملسه مفتوح مش هيتقفل لوحده اه اوتوماتيك ولكن انا ما انصحش ان انت اتفعل الخطوة دي. طبعا مش هيبقى اعملنا حاجة هيبقى برضو مفتوح ولو نسيته حد قاعد على الجهاز بتاعك او اه لقدر الله وتم اختراقه او حصل في اي حاجة يبقى احنا ما عملناش حاجة في يعني ما انصحكش ان انت اتفعل الخيار ده. خليني بها دلوقتي لو انا عايز الغي الكلام ده كل وارجع زي ما كان اولو ترون اوف اه بتلوكر ترون اون وادوس على ترون اوف بتلوكر مرة تانية لما تشافين كده انا خلاص رجعت البرتشن بتاعي زي مكان والافل العليه اتشال ولكن طبعا انصحك دايما ان انت تحافظ على ملفاتك متشفرة او مقفولة بكلمة مرور عشان تمنع يعني التطفل او المطفلين او المختارين. وبس كده خلصنا حلقتنا النهاردة اللي كنا فيها عن طريق حفظ الملفات بتاعتنا او قفل ملفات بتاعتنا بكلمة مرور. وشوفنا بعض ازاي نقدر نسترد بتاعنا مرة تانية في حالة لو نسينا كلمة المرور بتاعة من خلال اللي بيتحفز على ديسك عندنا او في حسابنا في مايكروسوفت. اه اشكركم جدا جدا لمتابعة حلقتنا النهاردة اللي اتمنى يا ربكم استفدتم منها واتمنى ما تنساش بقى من دعمكم الجميل للاقيك للفيديو وطبعا اتمنى ما تنساش تعملنا اشتراك في القناة. واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.